اشتركوا في القناة يتنبأ سيراوية أن هناك إنفاق يقدر بـ 8.2 مليار دينار والمداخل 6.5 وكأن عجز الخزينة في السنة رح يكون بـ 20 مليار دينار وهو ما يؤادل تقريبا بين 18 و 20 مليار دولار وهذا الخزينة العمومية متعودة عليه لأن عندنا ما هو احتياطي من ارتفاع أسعار الصرف مقارنة بوضع السقف اللي هو 50 دولار في التحضير ميزانية السنة المقبلة الأريحية النسبية التي عرفتها الخزينة بارتفاع أسعار النفط وتوقع تحقيق مداخل في بعض المشاريع من بين العوامل التي ساعدت الحكومة في الحفاظ على طابع الدعم الاجتماعي في مشروع الميزانية للسنة المقبلة هناك استثمارات كذلك بين مع بعض الدول نتكلم عن مليارين دولار رنا وظفناهم هو استثمار بين الصين والجزائر في المواد خاصة في الفوسفات وليزانغري بالنسبة للقطاع الفلاحي وهذا ربما رايح يزيد يثمن مداخل الدولة الزائرية نتكلم عن ميناء أكبر ميناء ربما في إفريقيا وميناء شرشان وهو استثمار ضخم نتكلم على إعادة هيكل الحجار نتكلم على عدة مشاريع الآن في الجزائر ربما هي اللي صوبت ما يسمى عدم اللجوء إلى رفع الضرائب منذ 2014 ها هي الحكومة تعد لأول مرة قانون مالية لا يحمل أي زيادات بفعل التعافي التدريجي لأسعار النفط لكن بكثير من الحذر لأن استقرار أسواق الذهب الأسود يبقى غير مضمون